السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحة لكنا يا أخواتي حفظكنا الله وستر عليكنا وبارك بصحتكم كل أنثى وخصوصا من كان فوق الأربعين سنة يجب عليها أن تفحص ثديهها بشكل يعني روتيني يعني حبذ على أقل حد مرة بالشهر وحبذ له كل أسبوع مرة تفحص الثدي تبعها أفضل شي عندما تكون مثلا في الحمام وتفحص الثدي وتبدأ في منتصف هكذا ثم تنتقل وبأصابيعها هكذا هل تجس أي شيء غير طبيعي عقدة مثلا أو شيء هنا أيضا في الإبيط لأنه هناك عقد لنفاوية وتفحص نفس الشيء بالثدي الآخر إذا وجدت أي شيء غير طبيعي فيجب عليها أن تأخذه بمحمل الجد ليست كل الكتل هي سرطان أبدا لكن كما تعلمون سرطان الثدي عند النساء هو أكثر سرطان شيوعا بعد سرطان البرستاتة عند الرجال وسرطان الثدي إذا اكتشفه باكرا فهو له علاج شافي فلذلك يعني أفضل شيء أنه الإنسان يكتشفه وأفضل شيء أنه سيكون فيه سكرينينج يعني فحص دوري عن طريق الماموغرافي هذا أنه الماموغرافي بيكتشف الأورام حتى الصغيرة اللي ما بيقدر تجسل إيدك فهنا عنا بالسويد مثلا كل فترة وفترة بيجي رسالة للنساء كلياتهم تعمل سكرينينج كل خمس سنين مثلا أو كل فترة ما بعرف أديش يعني بعد عمر معين يعني المهم يعني إذا وجدتي أي علامة مثلا شوية علامات اللي بديل إنه شيء يعني مو طبيعي إذا كان الجلد إذا كان مثلا في جلد شاك صير مثل إشر البرتقان هيك يعني مثقب هيك صغير هيك أو إذا كان مسحوب أو إذا صار يطلع من السدي مفرزات غريبة يعني غير طبيعية غير متوقعة طبعا النساء في سن الخصوبة والطمث دائما مثلا عندهم وجع بالسدي وتورم شوي من شان الدورة هذا ما بيأسير وفي بعض الضحيان بيصير التهاب أو كذا لكن أنا ما أتكلم أنا خصوصا الكباري لفوق الأربعين السنة يعني بجزء الدورة قطعت وصار حسوا شيء مو طبيعي فيأخذوه بمحمل الجد ويذهبوا إلى الطبيب ويجروا ماموغرافية أو يجروا إيكو أو حسب الطبيب ما يقرر لهم كما قلت لكم ليس كل كتلة هي ورم أبدا ولكن إذا كانت ورم اكتشفة مبكرا فعلاجه ممكن ويوفر على المرأة كثير من الأمور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكنا ويبارك بصحتكنا والسلام عليكنا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة